نبدأ بكيف نجد مشتقة لإقتران مرسوم مش إقتران معطاة الاقتران معطاة عادة عندك إقتران Fx أو علاقة تشتقها وبتعوض شو بده صورة بده مشتقة F' من الواحد بده DX على EY عنده X تساوي 2 بنعوض هالمشتقة هالرقم العطاني ومنطلع الجواب لكن ماذا لو كان الإقتران مرسوماً؟ يعني مش معطيك إقتران Fx شو هوه؟ بس بده مشتقات الأرقام أول شيء من أن نتعلم شغلة قبل المشتقة وهي الصور لأن تلزمنا أحياناً يعني عندك رسمة بدي F1 بدي F2 بدي F5 كيف أجيب صورة لإقتران مرسوم؟ موضوع كثير بسيط مثلاً عنده منحنة هون اسمه Fx منحنة معرفة تقريباً من السالب infinity للإنفينيتي على R طلبني F0 بكل بساطة برو عند X تساوي 0 على محور X ومن عندها بتحرك بشكل رأسي يأما لفوق يأما لتحت باتجاه الإقتران ذي الإقتران هو فوقك تطلع عليه وذي الإقتران تحتك تنزل عليه فهو من عند الصفر بتطلع لفوق بظل أطلع أطلع لعطل حتى أضرب بالإقتران وبأخذ الجواب من محور Y وراح يكون الصورة هي واحد F3 نفس الشي باجي عند الثلاث بتحرك من عند الثلاث للأعلى رح أوصل لهاي القيمة وهي القيمة تساوي 2 فبالتالي F3 بتساوي 2 طب F6 بنيجي عند الستة برضه نتحرك للأعلى بنضرب تقريبا هون معاته الجواب أيضا رح يكون 2 إذن بالنسبة للصور موضوع جدا بسيط بس من عندها الرقم نتحرك رأسيا نعمل فوق نعمل تحت لحتى نضرب بالإقتران وبناخذ القيمة من محور Y هلأ مثلا وجوه تقلي بدي أفل أربعة باجي عند الأربعة باجي حرك رأسيا بلاقي حلقة الحلقة بناخذش منها صورة عادة كده أنها فرق بنكمل حركة لفوق لعله وعسى نضربيننا بالإقتران آه والله ضربنا بالنقطة هاي إذن الجواب 3 إذن F4 بساوي 3 F4 بساوي 3 نعم طيب إذا جيتوا نفس الشي لقيت حلقة مش ضارب فيها بنكمل لفوق بوصل عند النقطة هاي برضه الجواب رح يكون إثنين إذا موضع الصور جدا بسيط ومش هو هاته دفن لأنه هذا المفروض أنت بتعرف إحنا موضعنا مشتقات بتذكر أول حصة بلشنا فيها قلنا لما يكون عندنا منحنة إحنا صار عندنا قدرة نعرف الاقتران أين سيكون غير قابل للإشتقاق واتفقنا على ثلاث مصطلحات أو أربعة إن صح التعبير بكون أدق شوي إذا الرقم بسألني عن مشتقة شفت قباله قفزه أو حلقة أو رأس حات أو مماس رأسي نقول عن المشتقة غير موجودة قفزه حلقة كنا نقوله بسبب عدب الاتصال وإذا كنا نشوف رأس حات كنا نقول غير قابل للإشتقاق بسبب وجود رأس حات أو غير قابل للإشتقاق بسبب وجود مماس رأسي يعني لو اطلعنا عن رسمي هاي وارجعنا شطبنا هاي لخطوط الحمر كلها والأجوبة كلها وبس حطيني الأجوبة مرة ثانية مشان يعرف نتفاهم مع السؤال واحد إحنا هون بدنا F الثلاثة وF الثلاثة حكينا اثنين وحكينا بدنا F الثلاثة وF الثلاثة طلعت معنا أيضا اثنين طيب هسا هون جاي قولي بدي F برايم للاثنين F برايم للثلاث F برايم للستة F برايم لإش ما بدك شوف شوف تكون بالصورة إذن إذا عطاك رسمي لإقتراك وقال لك بدي F برايم وحط لك عدد جوابك لن يتجاوز ثلاث نتائج يا أما غير موجودة وبتعرفوا وين غير موجودة لما يكون الرقم بيسألني عنه قباله فيه قباله مش ضروري لفوق بيزو كن تحته النهاية احنا الاقتران المقابل لهذا العدد اللي بيسألني عنه اذا شفت حلقة او قفزة او رأس حات او مماس رأسي بتقول غير موجودة مثلا F' من الاثنين بتطلع عندي اثنين بلاقي قفزة اللي هي عدم اتصال عند الاثنين صاير عندي عدم اتصال فمباشرة المشتقة عندي هون غير موجودة طيب F' لس 3 خليها ما فيش قبلها لا قفز ولا حلقة F' لس 6 بتطلع عندي ال 6 انا ارجع للنظام القديم اشي زي رقبة الحية بتذكرين جملة هاي زي رقبة الحية لنتهاجم هذا عبارة عن مماس رأسي والمماس الرأسي مشتقته غير موجودة لان المشتقة ميل المماس والمماس الرأسي ميله غير معرف فالمشتقة غير موجودة اذا برضى F' لس 6 غير موجودة اذا برجع عيد الكمة او الجملة الجملة بتقول اذا سألني عن مشتقة لاقتران مرسو نتطلع على منحن الاقتراني قبال هذا الرقم اذا شفنا حلقة او قفزة او مماس رأسي غير موجودة هذا اول نتيجة احنا قلنا ثلاث نتاج نتيجة الثانية اذا شفت قمة او قاع او خط افقي اعرف انه المشتقة هناك صفر ليش؟ لانه المشتقة هي ميل المماس وانا لما شوف قمة معنات المماس ساعي بده يكون رأسي افقي واذا شفت قاع ايضا المماس ساعي رح يكون افقي واذا شفت خط مستقي المماس ايضا رح يكون افقي وميل المماس الافقي او الخط الافقي بشكل عام ميله صفر معناته المشتقة عند الرقم ثلاث شو نوع المماس ساعي؟ والله افقي يا سادي معناته اف برايم للثلاث صفر اذا وين ما سألك عن مشتقة مماس اللي ممكن ارسم اقبالها بيكون افقي من قل المشتقة تساوي صفر طيب قبل الروح على الشغل الثالث ادي اياكم بس انتبهوا لو جيت على هذا المنحنة او على هذا المنحنة قلت تلكر سموني مماس هون قلت تقولوا لي هاي طب رسموني مماس هون والله هاي يعني ان المماس ممكن يكون المماس عند النقطة متزايدا ممكن يكون المماس افقي وممكن يكون متناقص اذا المماس متزايد يعني الميل موجب معناته المشتقة موجبة واذا المماس افقي معناته الميل صفر معناته المشتقة صفر واذا المماس متناقص معناته الميل سالب معناته المشتقة السالب دائما ربط المشتقة بميل المماس إذا فيه مماس معناته فيه إلو ميل معناته فيه مشتقة إلا واحد طبعا اللي هو المماس الرأسي طب إذا فيه أكثر من مماس معناته المشتقة غير موجودة لأنه منها أي ميل منهم داخل طيب إذا أجي تقول لك ارسم لي مماس لهذا الاقتران اللي هو نوعه خطي أكيد ارسم لي مماس كيف ترسم لهذا مماس تكون أهبل لا تعرفش عن مماس ساعتها المماس خط بلمس الاقتران عند هاي النقطة طب وباقي النقاط أستاذ إن شاء الله يلتعن أبوهم ماليش علاقة أنا بدي ألمس عند هذا الاقتران اللي بدي وصل لك هي الآن إنه إذا فيه عندك خط مستقيم وبدك تعمل مماس لهذا الخط المستقيم بيطلع هو نفسه يعني الخط المستقيم مماسه هو نفسه أسا الاقترانات يتغير مماسها من مكان لمكان ولاحظوا كان عندي منحنة خذنا النقطة هاي طلعي المماس هيك خذنا النقطة هاي تغير الميل فتغير المماس خذنا النقطة هاي تغير الميل تغير المماس بينما هذا جبت المماس هون أو المماس هون أو المماس هون أو هون أو هون أو هون أي نقطة عن خط المستقيم مماسها أو المماس عندها هي الخط نفسه تمام طيب لو جينا على F' للصفر شو في قبال الصفر؟ في قفزة؟ لا في حلقة؟ لا في رأس حاد؟ لا والله طيب في مماس رأسي؟ برضو لا يعنات المشتقة فكرة الغير موجودة بترميها بالزبالة هي موجودة طيب في قمة؟ لا في قاع؟ لا في خط أفقي؟ لا ما هذا فكرة الصفر بنرميها بالزبال طيب ولا شو الجواب يا أستاذ؟ نقول له إحنا مفهومنا ميل المماس هو المشتقة طيب إنت بتسألني عن مشتقة عند الصفر مثلا دروح أجرب أرسل مماس عند الصفر وحاول أعرف ميله لما نأتي نرسل مماس عند X ساوي صفر ما هو خط مستقيم يعني مماس هو نفسه يعني إحنا بلنا ميل الخط الأحمر طيب ميل الخط الأحمر نفسه ميل الخط الأزرق طيب كيف ممكن أجيب ميل الخط مستقيم؟ بنقول له دلتة واي ع دلتة X بتختار نقطتين على هذا الخط وبتختار وبتطلع دلتة واي ع دلتة X يعني ميل الخط فبتكون أنت عرفت المشتقة فأنا هون لما بدي أف براين وصفر بقول له يعني بدي ميل الخط الأزرق هات بختار لي علي نقطتين أحداثياتهم مضبوطة مية بالمية يعني تقول لي تقريبا 2.5 و 3 ربع بدك نقطة مية بالمليون زي هاي مثلا النقطة اللي هي أحداثياتها صفر مع واحد وممكن نختار النقطة الأخرى هاي مثلا كحلقة يجوز لأنه أنت ما بتحسم ميل قطعا تحسم ميل الخط من أول الدنيا لأخر الدنيا بصير نختار الحلقة لي 2 مع 4 وبتروح تحسمي الميل ميل الخط يساوي دلتة واي على دلتة X وتساوي 4 ناقص 1 3 على 2 ناقص 0 2 يعني الجواب 3 على 2 إذن ميل هذا الخط يساوي 3 على 2 طب ما هو هذا الخط هو الممس معناته ميل الممس 3 على 2 طب ما هو ميل الممس هو المشتق معناته المشتقة 3 على 2 إذن هون F' هي 3 على 2 ملخص سريع لما مسألك عن F' على رسمه F' على رسمه يا إما بيكون الجواب 0 وهذا الشكل لازم يكون عنده قمة أو قاعة خط فوقي يا بيكون الجواب غير موجودة وهذا الشكل لازم يكون إقبالنا حلقة أو قفزة أو ممس رأسي أو رأس حاب طبعا يا بيكون الجواب ميل الخط في حال كان الخط مائلا خط مستقيم بس مائل مش منحنة متعوج خط direct مستقيم بدك مماس عليه بتطلع ميله بيكون هو ميل مماس فراح يكون هو أيضا المشتقة طيب نيجي على سؤالنا اللي بكتاب للي بيعالج أو بيطرح هاي الفكرة وهي معطينا اقترانين مرسومات على نفس الرسمة F' و G' وحاط لي هيك نقاط طبعا هاي النقاط من عندي إضافة أنت لازم تلقوا لحالك هاي النقاط السود مش موجودة على رسم البيكتاب ومعطيني اقتران قايل لي P' هو عبارة عن F' ضرب G' و Q' عبارة عن F' على G' وجاي قايل لي جد ما يلي بده P' للواحد عشان نجيب P' للواحد لازم تمسك P وتشتقه وتعوض بمشتقة واحد تعالوا نشوف هذا P' تعالوا نشتقه P' للأكس بتساوي بتطلع عليه بلاقي ضرب الأول F' في مشتقة الثاني G' للأكس زائد الثاني G' في مشتقة الأول F' للأكس جميل جدا طب انت بدك P' للواحد هاي P' للواحد ما تدعوض واحد يعني صارت F' في جي برايم للواحد زائد جي الواحد في F' في برايم للواحد ووظيفتك الآن تطلع هاي الأشياء هاي الأشياء راح تكون صورة أو مشتقة إذا صورة من عند الرقم تطلع تضرب اقتراب تاخد جواب وإذا مشتقة تطلع قبال الرقم وبتشوف شو الوضع قمة قاع خط أفقي خط مستقيم مائل قفزة حلقة رأس حاد عشان عرف أجاوب أعيد من عيد بدي F' للثلاث باجي بوقف عند X وساوي ثلاث وبتطلع على منحن الاقتران سواء كان فوقي أو تحتي إذا لقيت قفزة أو حلقة أو رأس حاد أو مماس رأسي جوابي غير موجودة إذا لقيت قمة أو قاع أو خط أفقي يكون جوابي صفر وإذا لقيت خط مستقيم مائل راح يكون يا إما هيك يا إما هيك نحسب ميله هو راح يكون الجواب نبدأ بالصور F' بدي صورة الواحد باجي على الاقتران بديك تدير بالك وتطلع عشرين ألف مرة عشان ما تخربط إش بين F و G ركزه F اللي لونه أزرق وال G اللي لونه أحمر بالوزارة الهنين سود فبديها صح صح أكثر اثنين نفسه وفيش ألوان بالوزارة أسود بأسود تنتبه من يومية أنا بدي صورة الواحد في الاقتران F باجي عند X تساوي 1 وبتحرك نحو الاقتران F اللي لونه أزرق بطلع هيا يوصلنا قدش صورة طلعت طلع عوي تأخذ الجواب إذن 2 معناته F اللي لونه أحمر اطلع 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 وصلت لهون بأخذ الجواب اللي هو 3 إذن G الواحد تساوي 3 معناته هون الجواب 3 طب G برايم للواحد يا أستاذ طب F برايم للواحد تعالوا خعمه عند الواحد الاقتران F والاقتران G قبالهم عند الواحد خط مستقيم مايل بالنسبة ل F خط مستقيم نازل نزول بدي حسب مايله ورح يكون هو مشتقة الواحد وبالنسبة ل G خط مستقيم طالع اطلوع بدي حسب ميلو ورح يكون هو أجيب رايم للواحد وانت قبل تحسب انت عارف انه الخط اللي نازل نزول ميلو سالب فمشتقته سالم خط اللي طالع اطلوع ميلو موجب فمشتقته موجب طب أستاذ ليش ما اعتبرنا طالع هذا مثلا الأزرق ليش اعتبرته نازل زي واحد بقول لك قديش أمين اكثر عدد الطلعات ولا نزلات بالعالم بصفن قاله بقول اه والله هذي بطلعات اكثر لا النزلات اكثر هي كل طلعة نزلة بتنزل من فوق لا تحت تطلع من تحت لفوق يعني بطلعة نفسها نزلة طب هون هذا ما زي طلعات والنزلات هذا اتجاه الحركة واحد انت عشان تصنف خط مستقيم انه متزايد او متناقص مطلوب منك تبلش عليه من جهة اليسار فالأزرق نازل لاني ده ممشي عليه من اليسار لليمين بنزل والأحمر طالع لاني ده ممشي عليه من اليسار لليمين متزايد فننتبه انه التزايد والتناقص يحكم عليه من اليسار لليمين طيب الآن من نروح نركض ورا جي براين للواحد نحاول نجيبها يجينا على الواحد طلعنا على الاختران جي اللونه أحمر نجينا خط مستقيم نحسم ميلو عشان نحسم ميلو بنختار نقطتين النقطتين أنا معلم لك يهم الأسوات انت لأسف بالوزارة انت بك تطلعهم وزي ما قلنا مش تيجي هيك تكبس معه تقولي بنختار هاي إذا ما هاي ما حدش بيعرف أحداثيتها قال هاي مبين اثنين ونص وثلاث ونص لا ما تقرب إذا ما شمار على زاوية مربع ما تعتمدها راح أعتمد النقطة هاي اللي هي اثنين مع أربعة وراح أعتمد النقطة هاي اللي هي صفر مع اثنين واحسب ميل هذا الخط وميل هذا الخط هو راح يكون مشتقة أو جي براي لا الواحد وميل الخط دلتا وي عدلتا اكس يعني أربعة نقص اثنين استاذ بصير نطرح بالعكس نقول اثنين نقص أربعة عادي زي ما بدك ابدأ بس اللي بتبدأ فيه فوق ابدأ فيه تحت بتظل نتيجة واحدة يعني فوق قلنا أربعة ناقص اثنين معنات تحت تخاوى من نحتي اثنين ناقص وإذا فوق حكينا اثنين ناقص أربعة تحتنا نحكي صفر ناقص اثنين بالحالتين حتحصل على نفس النتيجة وهي اثنين عثنين يعني واحد أوه يعني هاي واحد طيب شو كمان بنا بنا أث براي من الواحد كما من رد نعمل نفس الفيلم لا إنه الاف بالنسبة لنا كمان خط مستقيم مائل الاف يا جماعة الخير عليه النقطتين اللي هم هاي اثنين مع صفر وهاي صفر مع أربعة إذن اف براي للواحد رح نعتمد عليه نقطتين اثنين مع صفر أحداثيات تواضحة والنقطة الأخرى اللي هي صفر مع أربعة برضو أحداثيات همية ومية معنات الميل بديه ساوي دلتا واي عدلتا اكس يعني صفر ناقص أربعة على اثنين ناقص صفر والجواب سالب اثنين يعني هاي سالب اثنين حلو الكلام خلصنا عوض اثنين في واحد اثنين إذن ما تساوي اثنين ناقص ستة يعني سالب أربعة جميل طب رجع يقلي بدي برايم للأربعة نفس الفيل منقوله بي برايم للأربعة منجيب بي برايم للأكس أول شي اللي هو نفسه هاد يعني منشتقه طب هاي مشتقته اللي هي Fx في جي برايم للأكس زائد جي الأكس في F برايم للأكس ومنعوى الأربعة تطلع بي برايم للأربعة بتساوي F في الأربعة في جي برايم للأربعة زائد G الأربعة في F برايم للأربعة ونبلش مع الصور F الأربعة ونطلع باتجاه F للونه أزرق وبطلع F الأربعة يساوي 1 نترك المشتقة شوي زائد G الأربعة نطلع عند الإختران G عند الأربعة وبطلع الجواب 8 إذن هاي عبارة عن 8 الآن ضلعنا F برايم للأربعة وG برايم للأربعة بالنسبة للإختران F للونه أزرق المشتقة قبال الأربعة رح تكون ميل هذا الخط نختار عليه نقطته مناتنا هون عشان نطلع F برايم للأربعة ميل مستقيم طيب G برايم للأربعة شو في قبال الأربعة على الإختران G أوه في قمة معه المشتقة صفر أوه هاي مرتبة يعني هون صفر G برايم للأربعة صفر الإختران G قبال الأربعة عامل قمة فالمشتقة هناك صفر طيّر للأم هاي كلها ظل عليك تحسب F برايم للأربعة بدك تحسب نقطتين النقطة الأولى إذن ها الصفر ما فيش داعي نحسب عليه إشي F برايم للأربعة بدك اختار نقطتين النقطة الأولى رح تختارها 2 مع صفر والنقطة الثانية 6 مع 2 ماش تروح تختار لنقطتين وين ما بدك تختار نقطتين على القطعة المستقيمة اللي بتحسب ميلها بدايتها نهايتها أو بالنص أي نقطة معروفة ما عنديش مشكلة إحنا رح نختار الاثنين مع الصفر والنقطة الثانية رح تكون 6 مع 2 ورح نحسب الميل إذن الام بتساوي 2 ناقص صفر 2 6 ناقص 2 4 إذن الجواب نص معناته هم نيجي نحطه نص وصال الجواب صفر زائد ثمانية في نص يعني الجواب تبعنا أربعة إذن هاي P' للأربعة جميل طيب شو كمان بده أو بده Q' للسبعة أبدو ظل طالع نازل حسنا متحمل بعض رح نتغلب الواحد شوية الـ Q إذا بنص السؤال لاحظوا إن الـ Q كان FX على GX مدام بده Q' معناته منه نشتق نقوله Q' للـ X أو إحنا نكتبه QX بيساوي FX على GX معناة لما بده أشتق بده أشتق قسمه Q' للـ X بتساوي المقام GX في مشتقة البسط F' للـ X ناقص البسط اللي هو F' للـ X في مشتقة المقام اللي هي G' للـ X على المقام تربية على جيل X تربية حسنا نعوض السبعة إذا منه Q' للسبعة وتساوي نرجع الرسم بدنا F' السبعة بدنا G' السبعة بدنا F' للسبعة بدنا G' السبعة لأنه ماذا يظهروا معي بالقانون عند تعويض السبعة طلعوا G السبعة في F' للسبعة ناقص F السبعة في G' للسبعة كل مقسوم على G السبعة تربية نرجع رسمتنا فوق ونشتغل عند السبعة نشوف شو الوضع عند السبعة خلنا نحسبهم هون وبجيهم بتاحتنا السبعة هي إذا بدك F السبعة أو G السبعة لاثنين نفس الجواب وجواهم أربعة إذا F السبعة بساوي أربعة و G السبعة بساوي كمان أربعة تمام إذا F السبعة و G السبعة كلاهما أربعة بس F' للسبعة الأزرق يقبال السبعة مستقيم متزايد ماذا نحسب ميله إذا F' للسبعة فك تحسب ميل تعال نختار نقطتين مدام تحسب بالقطعة هاي ممكن تختار هاي معروفة ستة مع اثنين ممكن تختار هاي اللي هي أربعة سبعة مع أربعة ممكن تختار هاي اللي هي تسعة مع ثمانية زي ما بدك تختار أي كنتين وهاي كمان بصير برضو نقطة معلومة ثمانية مع ستة هاي خلن نختارها جرافتين اللي هم ستة مع اثنين و النقطة الثانية من نختارها سبعة مع أربعة معناها F' للسبعة هي ميل المستقيم هاد اللي بمر بهذول النقطتين دلتا واي عدلتا اكس يعني اثنين ناقص أربعة على ستة ناقص سبعة والجواب سالب اثنين طب جي برايم السبعة برضو بنختار نقطتهم بس على جي والجي لأنه خط مستقيم هاي واحد وهاي ثنتين اللي هم تسعة مع اثنين هاي تسعة واثنين عشان نحسب الميل هون وبننا نقطة ثانية اللي هي سبعة مع أربعة ومنبلش نحسب الميل وبطلع ميلي دلتا واي عدلتا اكس يعني اثنين ناقص أربعة سالب اثنين على تسعة ناقص سبعة اثنين والجواب سالب واحد اثن الصور شو صار السور طلعوا معي كلاهما أربعات واف برايم للسبعة عبارة عن سالب اثنين وجي برايم للسبعة عبارة عن سالب واحد تعالوا نعوه وتساوي جي السبعة قلنا أربعة اف برايم للسبعة نسيت اذا برجع بشوف ناقص اف السبعة حكينا أربعة وجي برايم للسبعة برضو نسيت هسا بنرجع ونشوف على أربعة ترميل قديش اف برايم للسبعة اف برايم للسبعة طلعت سالب اثنين وجي برايم سالب واحد اذا هون سالب اثنين وهون سالب واحد هو يساوي سالب ثمانية زائد اربعة على ستعش وبطلع الجواب سالب اربعة على ستعش يعني سالب ربع سالب واحد على اربعة طيب هو بده اف بعد جي برايم اف بعد جي برايم طيب تعالوا نشوف اف بعد جي برايم معلش سالب يحل ننزل شوي في مجال اوكي اف بعد جي برايم يحلوا بالاسود للتمييز بتنزل قانونها اللي هي اف برايم لجي الواحد في جي برايم للواحد وتساوي اف برايم لجي الواحد هسا بنروح بنجيبه وجي برايم للواحد هسا بنروح بنجيبه اف الواحد بلنا جي الواحد ننرجع نشوف جي الواحد بالرسمة فوق شو كانت جي الواحد جي الواحد عند الواحد صورة الاقتران جي هي ثلاث هيها هي جي الواحد على احمر اذا ثلاث وجي برايم للواحد شفت كمان قبل شوي حسبت هذكي جي برايم للواحد هي واحد يعني هون هيكون ثلاث والخطوة اللي بعديها هاي واحد ضل عليك تحسب اف برايم للثلاث جي جي قبل الثلاث نشوف شو الواحد عشان شو شو بنكتب بننا اف برايم للثلاث اف برايم للثلاث شو هذا الخط الاسود لطلع شو مش راز نروح مش مشكلة اذا من جي برايم للثلاث اقبال الثلاث جي برايم ولا اف برايم للثلاث اف برايم للثلاث اقبال الثلاث بدنا ميل هذا الخط وميل هذا الخط هسا حسبته لما حسبت اف برايم للاربعة اف برايم للاربعة وين حسبناها احنا وين 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 اف برايم للاربعة هيها طلعة نص يعني هون جوابنا صفة هون للثلاث وفي برايم للثلاث قلنا نص وجي برايم للواحد طلعة واحد والنتيجة النهائية هي نص واخيرا نفس الشي مشتقة دي ع دي اكس يعني اشتق ما يلي وانا شايف ضرب واقولها هي تساوي الاول في مشتقة الثاني هي مشتقة ما داخل الجذر على اثنين في الجذر نفسه زائد الثاني اللي هو جذر جي اكس في مشتقة الاول اللي هي واحد ونعوض واحد اثنين سوري بصير اثنين مع اثنين بتروح بظل جي برايم للاثنين على جذر جي الاثنين زائد جذر جي الاثنين ايك اشتقينا وعوضنا جي برايم للاثنين انا بحول حسبتها وطلعت معي ظهرت هون ما ظهرت شون بالخطوة اللي قبلها جي برايم للاثنين وبيننا جي برايم للاثنين وجي الاثنين جي الاثنين وجي برايم للاثنين جي الاثنين وجي برايم للاثنين اهون في غلط صراحة ما رح تزوطنا انها غير موجودة هي رح تطلع خلص انسونا الفرعات اكس جي برايم هنا مفروض تكون لأف عن الشغل يالله مش مشكلة خلص اعتبروا الفرعابش موجود بس هذا الشيء اللي احنا مشتغل عليه متعوض هون اثنينات عوضنا اثنينات مفروض لما ارجع فوق يلاقي كل اجوبة يا اما صفر يا اما نحسبها ميل اما غير موجودة بهيك نظام بطلعش صراحة الغير موجودة بسأل عليها دايركت بقول لك بدي جي برايم مثلا هون هبد يعني لما اجلب نسأل عن شغلات وكون جوافة غير موجودة بقول لك جي برايم للاثنين بس انه يطلع تركيبه وضربه قسمه ويطلع واحد يجيه مش موجودة مش كبير